سباح النور سباح الخير على اغلى و احلى مشتركات ان شاء الله كامل تكونوا بخير ان شاء الله كامل تكونوا مهنين مع هذا الفيديو اللي يجبت لكم اليوم وخياتي ديما كيما عودتكم ديما نبدأ وكلمنا بالصلاة على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وماذا بيا كل واحدة سمعت الصلاة على الحبيب تهود التعليقات باش يكون اجر لي وليكم اتصلي على سهيدنا محمد ونبينا عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الروتين كيف كيف اليوم راني صايمة وكيما عودتكم لبنات كل الخميس يعني نشارك معاكم روتيناتي للاملة هذا الروتين تاع الخميس اللي فات يعني كنت صايمة تعفوا ننصم في ايامات شوال وننصمهم اثنين وخميس اثنين وخميس اه اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال ولبنات ثاني قد في نفس الوقت ان نوجد دفطوري تاع الصيام ونختمها بسهراء يعني من رمضان مادرتش كامل صهراء شابه وكل شيء المهم لكم غير ما ترعطوش لا فيديو خفيفة ضريفة اعلى قلوبكم يعني كيما يحب الخاطر وفيها واصفات اول وصفة رح نبدأ لكم بها واللي هي تاع الخبز يعني بزاف اللي طلبتوها مني كي حاطيتها لكم في الصوري انا ما صورت شي كوت نعجن فيها مئر حنقولها لكم شوفوا كاس تاع حليب نصف كاس تاع الماء اربوع كاس يعني نفس الكيلة اللي كي يتبعها ربوع الكاس تاع الزيت مغرف كبيرة مع مرأة تاع خميرة الخبز مع مغرف سكر خلطت الخريط خليت وتفاعل بعد ما تفاعل لي زيت له الفارينة ولميت يعني حتى تحصلت على عجينة قطرية بعد ما بديت ندير في الفارينة درت نصف كي خميرة تاع القاطو كاس حليب نصف كاس ما اربوع كاس زيت مغرف خميرة تاع الخبز مغرف سكر مع الفارينة والملح ونصف كي خميرة تاع القاطو حتى تحصلت على العجينة خليتها خمرت بعد ما تضعف الحجم تاها حليتها بلا شعبليوخ ديما ومكو من خبز تاعكم كيتحلو بلا شعبليوغ رايح يجيكم مخفيف من بعد لبنات درتو دوائر كيما كمشتو خليتو ضعف الحجم تاها حتى تفخفخ يعني ومن بعد بديت بديت من يعني خسالت غير ارض حتى تحصلت على هذا الشكل وتحتاج المعفض حتى تحتاجوا العبد gourmet في هذا الشكل وتعالي جميع زيت الزيتون تستحبوا پatically طبي ones كيتحصلت المهم حبيباتي الغاليات بالنسبة للخبز هذا هو اعطيت لكم الوصفة على السريح واللينا للفطار يعني شوفوا ان يكونوا صايمين نبدو ان نخمو البلالو والرهبين حريرة و دوزيان برد ما نخمو في اليوم قلت ان ندير جواز الحمص بدجاج أمع ليفخيط هنا كما تشاهدون الحريرة كما تشاهدون الحريرة كما تشاهدون الحريرة هنا ندير فيه طاجير جواز و نبدأ ان نوجد فجاج بعد ما نقيته كابل نقلي فيه في الزيت نضيف البصل ملح فلفل أسود قرفة بعد ما يتقلى كامل المرق نرمي الحمص بعد ما تنشف لي كامل هذيك العصاص يعني توليلي العصاص أثقيلة نقليلي في خيط ويكون افطاري واجد كما راكم تشاهدون هنا يعني شاركت معاكم افطار بسيط برد بشدوا فكرة كما راكم تشاهدون البنات هنا الحريرة ستقوني البنات جاه تشاهدها غير بالكاركاس هاوليكم هذا الخبز كما راكم تشوفو فيه هنا يا جا انفخفخ شوفوا البنات ستقوني الخبيزات هذو كي حليتهم حليتهم مع لسوم كالبيتزا يعني ارققتهم ممنين فيهم الخميرة الخبز و الخميرة الخطو الضعف الحجم التهم هاوليكم البنات ستطبقة الرئيسية حمص مع لبصل ودجاج و ليفخيت كما راكم تشاهدون البنات جايشة هناك زينته بالليمون و بلا ما ننسى البنات طعجين بحلو و الماسيدوان كانت رسلتها لي اعجوزي اللهم ادمها نعمة واحفظها مينزا و كما كنت فورا نشارك معكم في فطوريك كنت نفطر و صدقوني البنات يعني هذا النهار اللي كنت افطرت فيه تفكرت كامل خياتي و دعيت لهم دعوت الخير اللي راكم تمنيا شي حاجة يا ربي يوفقك لها ثانيك البنات اللي يفخيتو وهذوك الكفتة ثانيك تعجوزي رسلتهم ليه هنا نروحوا للتحلية شوفوا البنات هذه التحلية وين ما نديرها تساقصوني عليها وبالصح المشتركات التحلية القدوم رحمة لهم بلي انا هذي التحلية نحبها بالبنسف يعني شوفوا في سهرات رومانسية بدل ما تشري لا تختم من بره ولا تقودي تخمي نخدم جينواز نطلع شانتيه كذا انا نحب غير هذه التحلية عندي هذا السيرسو تعالقل برا في ربع سنين فوت به كامل المناسبات التحلية يعني غيب هذا السيرسو نخدم هذه التحلية ولا نقوم هذه التشيز كيك ولا نقول لكم هذا الفلون مي يجي ما شاء الله كما كنت تقول بنات هنا يعني عندي نص يطره تحليب ولي ما تقدرش اتكيلها حاولوا تدير زوج كيسان او نص رايح ندير انا عندي هنا الفلون تعل القبصة الكبيرة يعني ندير عيني هي ميزاني ندير واحدة للربع مغارف حتى الاستمغارف يعني باش يجيني اثقيل وشباب مي انتوما اذا ما عندكم شاعدكم غير قبصة صغيرة ديروا قبصة صغيرة قبصة فلون تعل نوارة في زوج كيسان او نص تحليب خلطوا بيان هنا بالنسبة للميزينة اذا حبيتوها تكون شداروها بيان ديروا ثلاث مغارف مع مرين ابيان ميزينة خطرق الميزينة هي اللي ستجعل لكم هذيك التحلية شداروها ديرواها في الكيسان او في السرسو او تقلبوها ثانيك اللبنات لازم الميزينة ديرواها في الحليب يكون بارد لا يكون سخن ديرواها في الحليب يكون سخن رايحة تشكل لكم حبيبة او كورية وبالنسبة للسكر انا في كل ثلاث مغارف مايزينة ندير ست مغارف سكر ولا خمسة يعني اذا حبيتو تنقصو شوية حلاوة تقدروا تديروا خمسة انا اهنا درت ست مغارف مايزينة خمس مغارف سكر زوش كيسان ونص حليب ودرت الفلون يعني عيني هي ميزاني كما تقدروا تديروا باكي راني حانديروا نفوقوا النار امي البنات كي تحطوا الخليط لازم ديما تبقوا تحركوا اهنا نجو للطابقة الاولى اللي رايح نديرها لهذه التحلية تحبوا تديروا قاطوه في الاشوار تزيدوا شوية زبدة وتبدأوا تديروه كطابقة اولى انا متواجد اليوم عندي الكوفريد كدرت الكوفريد كما تشوفوا درتوه كامل في بيدي يعني كطابقة اولى زيت له شوية زبدة وبدأت تنسجم فيه كامل بالمغرف من بعد البنات الخليطة تدرتوا فوق النار قاعد كل خطرة نحرك فيه يعني باش ما يلسقليش كون ما تحركوش رايحة الميزينة تدلكم طابقة قاملة تحتها وتتحركوا الفلون تاعكم كامل يخسر اهنا حبيباتي كما تشوفوا بعد ما تقمت الطابقة الغوفريد يعني غير الغوفريد سجمتوا بيان باش كي نسربي الفلون ليش من بعد البنات الفلون تاعي تشوفوا دير فوقاعات طفوا عليه اهنا المقطع كان راحلي كوتزت له مرسو تعزبدة يعني مرسو تعزبدة على وش باش هذيك تحليتكم مجيكم شابسة ولا قاسحة ولا فيها بنامشي مليحة يعني كي تديروا لها هذك المرسو تعزبدة تولي يعني تجيكم كما لاموس يعني تتكل تجي خفيفة المهم حبيباتي كما قمشتوا بعد ما درت الطابقة الاولى درت عليها الطابقة الثانية دخلتها الفريجيدا يعني حوالي ساعة ولا كاتشدة تروحها من بعد انحيتها اهلا بالنسبة للتزين سوف ندلها غير شوية كاكا وملفوقة يعني مني لاني دير الضوء بالشوكولة سوف ندلها كاكا يعني بالنسبة للتزين تم لكم الاختيار يعني انا والله الحويش بسيطين نزين بهم متخرج ما شاء الله المهم زينت غير بشوية كاكا وعندي لموال حبات تعليف خيز كتزينت بهم كما ارقم يعني نحط الحبهك نحط هكا وبعد كي ما يعجبني الشكل انخليها في الاخير يعني شوفوا البنات التزين تم لكم الاختيار يعني قادرة ما تكون شاعة تقعليف خيز المهم تعرف كيف تكسر الالوان يعني شوكولة ذوق الشوكولة ولا الماهون راح يكسر لونتاعه مام الغوش يجي مع البلون يعني هنا يتحافي كيف تشترع بي قادرة تدري غير وريدة حمرة راح تعطي نظرة بزاف شبه هذه التحليه والسيرس والبنات مشريتو شغالك وشريتو ديميل وصدقوني هذه التحليه تنتكل يعني ماشي لي حا تبقى لكم ولا ومام تجي خفيفة انا حاشارك معاك مطاولة تاع الصهراء اللي كنت قدرتها يعني شويا نكسروا الروتين وكامل بس ما زال فينا هذا كلعيات على رمضان المهم حبيبات هي درت صهراء خفيفة انا وعائلتي صغيرة اكثرنا بها روتين جمعنا بدلنا الجو كما تشوفوا حطيت هذيك التحليه حطيت اهناية شوية كوكو ممكن تحدي البقلاوة ملعيد وثانيك لبنات قدرت فيها شوية لاتي والله هم ادمها نعمة واحفظها من الزوال نحب نشارك معاكم هذا الفيديو باش تدو منهم طاقة ايجابية كاين اللي بزاف يقولوا لي اسيا مليوني لنا شوفوك تديريها كسهرات وكامل حتى احنا ولينا نديروهم للازواج توعنا ولو يعجبوهم ولينا نبدلو بهم يعني شوفوا البنات من ابسط الاشياء تقدروا تخلقوه جو اشباب يعني ديما نقول لك قادر غير بعشرة عليك تشري قبصة نديرها غير في الكيسان وتشري شويك وتكسر الروتين انتي والزوجتك والتي ولداتك والتي والديك يعني مش شرط المهم البنات بتكو هذو اللمات الهائلية يكسروا الروتين ويقربوا الهائلة لبعضها صدقوني البنات عن تجربة وهنا حبيباتي يعني شوفوا حبيت تنشارك معكم كيفاش قسمت هذيك تحلية ميدالها بيت تليفون يعني كان اطفالي ميباليش هنا بعد ما قسمتها راني شاركتها معكم تعفوني انا كي ندير اي حاجة النص نخليه اللي ايا ونص نهوذو العجوسي يعني هنا النص خليتو لي قسمتو ثاني اعلى اثنين هذو هما اللي تخونش اللي جاونا ونص ثاني هذو ودتو العجوسي وشوفوا البنات هنا ما يغير تقسموها وتبقى كيمة يعني متخافوهاش تتحالو له بسكويا ديجا راكم دايرها المايزينة وهنا حبيباتي وصلنا الاخر الفيديو اختنتعلكم بحاجة حلوة يا ربي يا ربي بجهنبي محمد ربي يحلي كامل اياماتكم وليا كيمتمانية شي حاجة نقولك يا ربي يعطيها لك يا ربي في اقرب وقت ما تبخليش علي يا حبيبتي الغالية بجامعوك ومانتر اتي مش رايح نقص منك بمي انا رح يزيد فيها بزاف وكم تلقاوا في الفيديو الجاي في قصعة رحمتي سلام سلام